في شأن آخر شيعت جماهير فلسطينية غفيرة اليوم السبب جثمان الشهيدة الطفل مصطفى عامر صباح ذو 16 عاما الذي استشهد أمس الجمعة خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على المدخل الغربي لبلدة أتقوع جنوب شرق بيت لحم وقال محافظ بيت لحم كامل حميد إن ما حدث مع الشهيدة الطفل صباح جريمة مكتملة أو مكتملة الأركان محملا الاحتلال مسؤولية الجرائم بحق الشعب الفلسطيني الذي لن يتراجع عن مسيرته النضالية حتى يحقق أهدافه الوطنية بإقامة الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشريف